الجديد للطبعة الثامنة لأكتوبر الوردي الجديد هو تكفيف التحسيس الجواري باستعمال شتى الوسائل وسائل الإعلام طبعاً من إذاعة ومواقع تواصل اجتماعي ولفايس توفيس كما نقوله معناها بالخراجات الميدانية المساهمة في القوافل الطبية للمناطق النائية وأيضاً يعني تقديم لقاءات وتنشيط أيضاً ورشات للتشخيص المبكر أو حتى الفحص الذاتي دائماً نحن ننشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم النصائح لاستعمالها لنعطيه المواعيد الرياضة تبقى أول ويعني نشاط لتحث عليه الجمعية لأنه بدراسات مؤكدة يبقى وسيلة من وسائل الكفاح ضد هذا السرطان الكفاح يقلل من نسبة الإصابة ويقسم على اتنين يعني عودة السرطان بعدما استؤسلها بالنسبة للجديد في نشاطات الرياضية مثلاً كنا عندنا السباق تعالى العنابية الزومبا الأولمبياد التي نقوم بها على شاطئ البحر وهذا السنة أدرجنا أيضاً لكواجيم اللي هي رياضة ممارسة في يعني لازم يكون عندنا فقط حوض أو مسبح من أحسن الرياضات حتى للنساء المريضات لأن في الماء ما كانش ديك الليفيل يعني الليفوغ ديك المجهود العضلي وهو يقلل من نسبة الإصابة يعني عودة المرض إلى النشاطات الثقافية الجديد ربما هو إشراك الفنانين في شتى التظاهرات التي قدمناها مثلاً كتقديم لوحات فنية تباع بالمزاد العالني لفائدة الجمعية تنشيط مثلاً صهرة الكاراوكي كانت مهيش جديدة تنشيط صهرات فنية لفائدة مرضى السرطان أيضاً يعني تقدمنا مع الفنانين بش يكونوا معانا شاريك في تقديم نصائح روحوا ديروا التشخيص المبكر اشتركوا في القناة